تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين دي لها القناة دي اليوم الحلقة التانية من السلسلات تاريخية جديدة اللي نحاول نشرح بها كيفاش نتوصل نحن الهدى أرض المغربة دعا اللي فيه الملكية المطلقة الحكم الفرضي الملك هو كل السلطات ليست هناك سلطة فوق سلطة الملك لا بشكلها البشاري الغير ميطافيزيقي ولا بشكلها الميطافيزيقي الغيبي لآخره قبل ما ندخل في هذه الحلقة هذه هذه الحلقة هذه نحاول تكون ما نقدرش نتكلم فيها كله ولكن نتكلم على يعني كما المرة في تشرح أنه كانوا ثلاثة ديال القوات وهو في حقيقة كانوا قوتين كان القصر كان حزب الاستقلال كان جيش تحرير جيش تحرير بحكم أنه علاقته كانت عنده وفي حالة وقتها تحولت علاقته بعض الفئة دياله ومشارت مع الحزب الاستقلال بعض الفئة دياله ومشارت تقدم لولاء السلطان محمد الخامس فبتالي نقوله جيش القوات الأساسية كانت في الحقيقة هي حزب الاستقلال وهي القصر إذن حزب الاستقلال يرتاكب أغلاط فضيعة اللي خلت أن القصر يستفد من ذيك الأخطاء هذيك شي هو يستفد منها كان مخطط لها أيضا كان القصر يد فيها ولفرنسا يد فيها بطبيعة حال ذيك الأخطاء ديال حزب الاستقلال ما تنقولوش بأنه لو كان حزب الاستقلال هو اللي غلب كان عن كل مغرب راهم مزدهر إلى آخرية تنعرفهم أنهم ربعة ديال الإقطاعين وربعة ديال الأريستقراطيين الذين لا يخلون حتى أمام من ذاك العقلية المستبدة ولكن كان على المستوى المصار ربما ما كناش عمشوف المصار ذي الملكية المطلقة الفرضية إلى آخرية كنا عمشوف اتجاه آخر ولا نعلم ندري أنه في غياب هذا المفهوم للمؤسسة الملكية وتاريخة وشرعية وارتباطنا بها لربما كنا مشينا في اتجاه أنه على الأقل لحد النهار كنا الحركات الشعبية كانت تقدر تحقق تغييرات الديمقراطية إذن هذا الملكية وهذا الشي اللي فرع لنا الراس بأن نحن دائما ملكيين خصد الناس هذو اللي مساكن خرجوا عليه هم الإعلام ديال المخزن والإعلام ديال الأبواق ديال تعيش أننا نحن مع المغرب عمر يكون مع الملكية ونحن قرون ونحن ملكية المغرب ما كانش ملكية إلى حدود الف وتسعمائة وتخمسين محمد السلخميس هو أول ملك ما تبقى كانوا سلاطين وحتى الانتقال للحكم اللي داروا لنا بعد الملوك لا يشبهوا الانتقال للحكم ديال السلاطين اللي كان ضروري يكون استشارة ديال العلماء ديال الفقه وضروري تكون الاستشارة مع الوجهاء ديال دار المخزن وضروري تكون الاستشارة مع الأقاليم والقياد والممتل العمل والقضاء الى اخيره وضروري تكون ملقاءات على المساويات القبائل الوداوي الدارسك البيعة شروط البيعة شنوعي شرطه على هذا والسلطان كما قلت سابقا كان اذا لم يقم بمهمه يخلع اذا ما احنا ما عمرنا كنا ملكيين الى حدود الفتسعمائة منية خمسة يعني شنو اللي حطنا الملكية حطها الانا الاستعمار اول مرة تدخل الملكية للبلاد دخلها الانا الاستعمار وساهمت فيها الحركة الوطنية بجهلها وبضعفها وكذلك بانها لم تكن في الدخل الى البغة الخير المغرب كله بل كانت عند ذلك النزال الانتهازية الصرفة المعروفة على الاقطاع والاريستقراطيين والبرجوازية المتوسطة والصغراط اذا بالنسبة للفلطات اللي تتراكمت علىها نخصنا نفهموها نجيبوها في السياق ديالها باش نعرفوه بعدين نعرفو الاحداث كيف حجل اكتوبر 1956 ادرت حكومات التوافق وهذا حكومات التوافق حصل عليها حزب الاستقلال اغلبية اغلبية بما فيها وزارة الداخلية اللي معمال القصر كان يعطيها الاشياء الاخر يكون خارج على الطوع ديره يعني داخل حزب الاستقلال حتى هو ما كانش منسجين تماما كانوا قطبين كان القطب ديال المحافظين الاريستقراطيين كده اللي كانوا تي علال الفاسي وهذا وكان القطب الاخر اللي كان شوية يساري والاخره يمتلها البرجوازية الصغرى والمتوسطة اللي كان فيه اللي كان ابرز وجه دياله هو المهدي بن بركة واللي عينه اه محمد الخامس عينه اه رئيس على اه تتسمى انترون ناس يعني على اللي باش نقولها اللي هي المجلس المجلس الاشتشاري الوطني الانتقالي واللي اه من خلاله حقق حقق بن بركة علاقات اه قوية مع النقابات العمالية والصفوف ديال الطلباء والى الاخره وزعد هو اعطى الرسول واحد الهيباب من اللي مشاشر كتاه هو في البناء ديال الطريق الوحدة اللي كانت بين تاونات وبين كتامها الاخرية يعني ما بين المستعمار الفرنسي ومستعمار ديال اسبان باسمها طريق الوحدة اذا القوة ديال حزب استقلال كان هذا الوقت قوي اقتاس بقوة حتى درجت ان الاعداء دياله كانو تخافوا منه نتنا نتكلم عن الاعداء دياله بمفيها حزب الشورى والاستقلال ومجموع عدلناس خرين درجت انه محمد حسن لوزاني ديال حزب الشورى والاستقلال كتب برع المحمد الخامس يقول له ديرها الظروف اللي اللي نعايشين فيها راكرف من الظروف اللي كنا عايشين فيها في الوقت ديال الفرنسيين في الف وتسعمائة وسبعة وخمسين الخاطيب والدكتور الخاطيب والمحجوب يا حردان بغوا يقسوا حزب ديال الحركة الشعبية وبغوا يركزوا على البلايس القورى لانه كانت تعاطف مع جيش تحرير بحكم انه ممكنوا تيمتل جيش تحرير يعني كانوا اعضاء في جيش تحرير وكذلك رهانوا على القبائل العرقية على القبائل الامازيغية ولكن حزب استقلال بقى معارضة عرق اللي هم في هاد البناء ديال هاد الحزب بالترخيص وتسجيل ديال بالترخيص يعني باش يرخص لهم التسجيل ديال هاد الحزب يعني لمدة اكتر من سنة يعني حتى لحدود ابريل 1958 انه بعض الاعضاء يعني اللي استقلوا بما فيهم الوزير الاول البكي يعني كي يقدموا الاستقلال فبالتالي بالافريج ولا هو اه الوزير الاول واصبحت الحكومة الاستقلالية لانه كانوا من غيرهم خرجوا منها واصبحت الحكومة الاستقلالية اه تقريبا مئة في المئة اه الحكومة تقريبا مئة في المئة استقلالية يعني هاد السيطرة هادي ديال حزب الاستقلال اه اه اطعتوا ناحية القوة حتى اخرجوا اعتقل في القيادات ديال حركة الشعبية ولكن خرجوا مظاهرات اه لما دار الريباريال يعني اعادة الدفن الجتمان ديال اه يعني البطل ديال جيش التحرير اللي اه هو عباسي المسيعدي عباس المسيعدي واللي ديبان تكلم في حلقات سيبار هذا لان انا دخلت في تفاصيل امور قادي انطولوا بالزاف ولكن انا فايت هادرت عليها ديال المسيعدي ولكن هادولي ندير عليها وحد ديال حلقته مع ابن بركة وتيه لانه المسيع الاغتيال المسيعدي تيقولوا انا تورط فيها اه ابن بركة كان مورط في الاغتيال دياله واحتل درجت انها تصريح لدار ابن بركة في ذاك الوقت بحلمتين فيهاش يعني ما ما ساعدش لانه يبرع منها لما قال انه اه مواقع المسيعدي هو نتائج ديال المقاومة اه السرية اللي كانوا تسميها هذا اكساس ما هم بالارهابين وانا تكلمت عليها في الحلقة اللي سبقاتي اذا هذي كانت مثلا فرصة بتمينة ديال القصر لان تشوف ان احزب استقلال اه احتجاجات ولا اخرية احزب استقلال تيخلق عدوات تيخلق عدوات في القرى تيخلق عدوات مع القبائل الامازيغية وخاصة انهم كانوا هدو عندهم ذاك النزعة العروبية القومية وكانوا مسيطرين كذلك على الخيرات ديال الوطن فالقصر بدا تيراهن على انه هاد الاغتيال ديال المسيعدي اه هاد الغضب هذا اه بدا يراهن عليه اه هاد الغضب كذلك انفاجر كذلك في الريف ديال اه علاقته مع الاغتيال ديال المسيعدي وهذا انفاجر في الريف والريف كان اصلا تمر بواحد الظروف اللي كانت الظروف الجفاف وكانت الظروف التهميش والحصار يعني الريف كانوا محاصرينه فلا الو من يريد الانفصال على هذا المخزن هذا وعلى هذا لانه وراء الريف كانوا لم كانوا بحل ناسينه فمرة يعني كيتفكروه غير بالقنابيل وبالقمع وهدي حقيقة لا يمكن لأحد ان ينكرها يعني احتفذك الظروف هذه كانت الحدود مع الجزائر كانت مغلوقة اللي كانوا الريف كانت ينتعشوا من التجارة والتبادل ومشي يشتغلوا مع الجزائريين والسلاة للجزائر دخوله لاخره فكانت مسدودة ديك الحدود فبالتالي هذا الحصار هذا اللي دار الريف جعلت على انه تنوض يعني احتجاجات قوية بالريف اه ثورة اسمه الثورة ديك الحدود اه وطال عبوبة انهم لانه كانوا احتى المناصب ده بديل ادارات اللي دارت الادارات ديك هاد المخزن هادا من الادارات ادارات ديك والاستعمار تماما حط في الادارات ديك وحط فيهم غير ناس اللي من كمتها يقولوا بين مزوجتين من الداخل يعني ناس اللي تهضروا اما بالعربية الداريجة الداريجة ولا اللغة العربية ولا الفرنساوية تهضروا السبليوني اللي كانت مرائجة اكثر مهمشا لولاد البلاد فبالتالي هم طالبو خرجوتي احتجو يعني ثورة عارمة اه درجة انها سيطرة تعلن سيطرة الحسيمة بشكلين تام وطالبو بخجطة الطالب بعودة محمد بن عبد الكريم الخطابي برحيل الجيوش الاسبانية والجيوش الامريكية والا واليعني يحيدوا حصروا الادارات وحصروا هادا ويحيدوا الناس اللي اللي ماشي من ولاد المنطقة ما يشتغلوش مال نعم. الشي اللي يدفع السفاح الحسن اه اللي كان عاولي العهد انه هز عشرين الف جندي عشرين الف جندي باش نضم هجوم عنيف ما البر و ما البحر و بالاسلحة اللي كانت تزودوا بها بطبيعة الحال الاستعمار. ونفسها الاسلوب في نفس السانات الدار كذلكا في المنطقة دية التابهيلات ضد عدي اه يعني اه عدي او به لانه هما اتنان اكا نعظف الثورة واعلنوا انهم لا علاقة لهم وما به هاد اله هاد اله هاد النظام هذا ولا هاد المخزن هذا ولا هاد الحكومات هذه التي افرزتها مفاوضات ولا الاتفاقيات ديال اكس ليبان. اذا من بين هاد الامور بين امور اخرى كذلك او اللي ممكن ان تطرقوا لها ولكن غيب داش نكونوا وتنعطى واحد شوية ديال الكونتكست تاريخي سياق تاريخي. اه ماشي بشكل مفصل تماما ماش نخليوا الناس او ما يمشيوا بحثوا يزيدوا قلبوا. ان هذه الاحداث افقدات حيزب اشتقلال لذيك الشعبية اللي كانت عنده في واحد ووقيته قبل ما هو اللي اه مسيطره. وعطاوا بينات اه الحسن التاني لأساس انه قوة يعني الحسن التاني مش عطاة ذيك الشعبية اعطاتوا الهيبة وعطته الخوف لانه هو تخرج تدير الاجرام وهو مخلي اه الحاجة الخيبة للثقاف الحكومة دي الحزب استقلال وهات الحقلية دي العلوين مع المحكومة مستمرة الى يومنا هدا. وثالث عامل اللي اه تسبب اضعاف حزب استقلال هو انه فرنسا من اللي خرجت. كمان كان الحال خلاته واحد الانفراستركتور واحد البنية تحتية اقتصادية اللي مهمة اللي كانت تشكل الثرع كانت غنية. راحت ان تكلموا انه في الف وتسعمية وثلاثة وخمسين كانت واردات المغرب تتوصل حتى لتسعود مليون طون دي المختلف السلع من الحبوب الى اخرهم. كذلك كانت تقريبا الف وستمية كيلومتر اللي منهية وخدامة دي السكة الحديدية بالاضافة الى اكثر من خمسة الالف كيلومتر دي الطريق اللي كانت معبادة وطريق دي كما تيقولوا يعني تتخدم في الشتاء تتخدم في طلج تتخدم في اي وقت يعني في الصهد. وبالاضافة للحجم الميناء الضربيضة اللي كان عايي الميناء الضربيضة بوحده كانت تحتضن كتار من ربعة وثمانين في المياه من التبادل التجاري اللي يتيجي عبر البحر. بالاضافة الخمسة وثلاثين الف هكتار ارض سقوية تمامان بالاضافة العشرة الاف هكتار اخرى اللي كانت تسقى من طرف السدود اللي كانوا تديره الفرنسيين وخلوه الفرنسيين. اه حوالي كان المعدل للانتاج للفوسفات حوالي ربعة المليون دي الطن سنويا دي الفوسفات. ولكن هذا اللي يوقع هو انه هذا الموروط هذا مع موروط تفرق بالمساواة على المغاربة لانه احنا مخصناش نستوي انه حكومة حزب الاستقلال كذلك ما حاولتش انها تجي تفرق. مثلا اعطيكم انا مثال مثلا انه في ذاك الوقت بعدها كانوا تسعود وتمانين في المياه من المغاربة اميين. فقط جوج في المياه من العيالات اللي كانوا تقدروا يكتبوه ويقراوه. مش يتازع ما قراها الاخيره. 0.6% من المواطنين المغاربة اللي كانوا تقراوه كتر من الشهادة البتدائية حاصلين لا اكتر من الشهادة البتدائية. فبالتالي ذي كل نخبر قليلا اللي قرات من الولاد هذا البرجوازي الصغرى وهدو اللي قراوهم فرنساويين. مبينو زبابش مكونوش هذا مبينو هدو نزل الحركة الوطنية بينهم بديم بوركا عبدالله إبراهيم. ندخل المؤلاء بوعبيد. هدو كلهم قراروا في الاحضان دي فرنسا وكانت النخبة قليلة. هذي كالنخبة القليلة اللي كانت قارية واللي كانت قادرة تقرأها وتمشي للجامعات وتمشي لهذا. هي كذلك التي كانت تستفيد. وهي اللي استفدت من هاد الموروث الاقتصادي الضخم اللي خلات فرنسا كلها خدمة منه حصة. طبيعا كالحال كما قلت حكومة الاستقلال ما قدرتش. حتى هي الطالب مثلا بالتوزيع العادي لدي الاراضي الفلاحية مثلا. مثلا كان استلف اقطاع فرنسي زائد 1200 اقطاع مغربي. 1700 عفوا اقطاع مغربي. ذلك الوقت يا تقاصمون واحد فاصيلة ثلاثة مليون هكتار. بينما اغلبية الفلاحة المغربة كانوا عندهم ارض ما تتجوصر بعض الهكتارات وغير سقوية يعني ارض جافة لا تنتج. فبالتالي حزب استقلال ما قدرتش يحطي الدوف هاد الامر العافية مع دلاء مع هذا كما قلنا. لدرجة انه حتى الوزير ذي الفلاحة اللي كان هو عمر اللي كان عمر عبد جليل حزب استقلال هو برأسه كان اقطاعي عنده زباب اللي اقطارات دلال الاراضي الفلاحية حتى حكومة عبد الله يراهيم اللي جات وطالبت بالتوزيع دلال الاراضي الفلاحية ما طالبتش بانتزاع الاراضي من الاقطاعيين والاثرية ما فيهم الفرنسيين والمغاربة واعادة توزيع على الفلاحة الصغار وعالشعب المغربي اللي طالبت باعادة توزيع الاراضي ديل الدولة وحتى هذه المسلولها وغن تكلمو فيها لان فيتكلم فيها ان الحسن الثاني قافل باسنانه واضافره باش ما توقاش اذا هنا القصر بدا يراهن على العالم القاروي اللي ولا غاضب على على حزب استقلال رغم انه من الزمان على الفاسي ماشي خسر قاع الخسر قاع الشعبية دياله تماما لهذا ولكن بدأت تتقل الشعبية دياله وبدا القصر بدأت يلعب من خلال القروض الاجنابية التي يلعب مع العالم القاروي تطلع عائلات تضاف الى العائلات الاقطاعية اللي عنده لان كانت هي عنده تحصين له السلطة دياله في العالم القاروي وهذا كمال اللي كانوا تلجمو العالم القاروي الى خرج يحتج كانوا تلجموه قبل ما يضطر القصر على انه يخرج ويلجموه اذا الحد هنا هنحبس وغادي نكملوه اه الحلقة الجاي غا ندوزول كيفاش جات حكومة عبدالله ابراهيم وكيفاش تمنى الشيقاق وشنو ماذا حدثه وماذا كسب القصر من من القضاء على حكومة عبدالله ابراهيم وكذلك الى اخيره ونواكبوه ونتابعوه حتى نستوعبوه مزيان لماذا وصلنا لاش وصلنا لهذا الحالة ديال الملكية الفرضية المطلقة اذا الحد ساعة الحد هدنا نخلكم وتحية لكم والى اللقاء